نظام الترقيم الخوارزمي قام الخوارزمي بتصميم نظام ترقيم يتجانس في شكله مع الأحرف العربية وبالوقت نفسه يعبر عن القيمة العددية للرقم فكان عدد الزوايا الحادة أو القائمة في شكل الرقم يعبر عن قيمته فالرقم واحد يحتوي على زاوية واحدة والرقم ثمان يحتوي على زاويتين والرقم ثلاثة يحتوي على ثلاث زوايا والرقم أربعة يحتوي على أربع زوايا والرقم خمسة يحتوي على خمس زوايا والرقم ستة يحتوي على ست زوايا والرقم سبعة يحتوي على سبع زوايا والرقم ثمانية يحتوي على ثمان زوايا والرقم تسعة يحتوي على تسع زوايا وبما أن الصفر لا يمكن التعبير عنه بزوايا فقد اختار الخوارزمي الشكل البيضاوي ليعبر عن الصفر حيث أنه لا يوجد زوايا في هذا الشكل وباستخدام هذه الأرقام فقط استطاع الخوارزمي كتابة أي عدد يريده هذا هو نظام الترقيم الذي أبدع في اختراعه الخوارزمي يلقب الخوارزمي في عصرنا الحال بأب الحاسوب ونظام الترقيم من أهم الابتكارات التي كان لها أثر على تطور العلوم والرياضيات والحاسوب إلى يومنا هذا ولولا لما تمكننا من فهم الرياضيات والتعامل مع المسائل الحسابية بسهولة فأحدث نظام الترقيم بداية عملية العد بالاعتماد على منازل الأرقام بعد تقسيمها إلى أحد وعشرات ومئات وألوف وهكذا ولا يزال العالم الغربي يحتفظ بطريقة العد التي تعتمد قراءة الأرقام العربية فالشكل الواحد للرقم المفرد من صفر إلى تسعة يكتسب قيمة من رسمه وقيمة أخرى من موضعه بحيث تزداد قيمة الرقم من اليمين إلى الشمال وهو نفس اتجاه الكتابة العربية ومع هذه الطريقة طور العالم الخوارزمي عمليات الجمع والطرح والقسمة بسهولة ولم تجري أي تغييرات على هذه الطريقة حتى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر